طبعاً ما فيه شك أنه الذكاء الاصطناعي بقى متداخل في كل القطاعات دلوقتي عمل ثورة كبيرة جداً علمية في مجال الرعاية الصحية وتشخيص الأمراض خصوصاً مع التطور طبعاً اللي بيحصل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي واللي بيخليها أكثر دقة وسرعة وكفاءة في المجالات الصحية وبقى دلوقتي بيتم استخدام الروبوتات في عدد كبير من العمليات الجراحية خلينا نعرف تفصيل أكتر من الدكتور هشام كوزو وعضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صباح الخير عليك دكتور هشام صباح الخير يا فاندون صباح الخير على مصر وكل المصريين أهلاً وسهلاً بحضرتك لما نيجي نقول الذكاء الاصطناعي وتدخله في كل حاجة دلوقتي في ثورة كده في عالم الرعاية الصحية ابتدت تحصل بسبب الذكاء الاصطناعي لو تقول لنا إيه التطوير اللي بيحصل عندنا هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي مش بيعمل بس ثورة في الرعاية الصحية هو بيعمل ثورة في كل حاجة في يعني الذكاء الاصطناعي هو بداية الثورة الصناعية الخمسة اللي ابتدت في بداية العقد ده من عشرين عشرين وده هيغير شكل العالم كله مش بس الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي ابتدى في البداية أنه بيحاول يعمل آلات أو حاسبات تحاكي ذكاء البشري وبعدين اكتشفوا أن ده مش ممكن الذكاء البشري في بعض الصفات لا يمكن للآلة أنها تحكيها فابتدوا يفكروا أنه الذكاء الاصطناعي هو الكمبيوتر أو الحاسب أو الروبوت أو الآلة اللي هي بتقدر تتعلم وتفكر بطريقة منطقية وعقلانية ده التعريف دلوقتي لذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لديه تكنولوجيات كثيرة جدا كل التكنولوجيات تحت والحقيقة استغلت في مجال البعاية الصحية بكل أشكالها يعني لو هنتكلم على تقنية تقنية مثلا زي تقنية رؤية الكمبيوتر الكمبيوتر بيقدر يشوف الأشياء أدق أو أفضل من العين البشرية أكيد وده كان عمل طفرة فيه تشخيص الطبي فيه مجال الأشعة التشخيصية بالذات فاللي تم في السنين اللي فاتت الحقيقة كان حاجة طفرة فعلا يعني هقول لحضرتك مثال أنه بعض الزكاء الاصطناعي تكنولوجيات الزكاء الاصطناعي قدرت تشخص الأورام بدري حوالي أربع سنين عن العين البشرية فده تتنبأ بيها يعني يا دكتور نعم يا فندم تتنبأ بيها تشوف الخلية وتقول الخلية دي فيها حاجة مش تمام البحث تتعمل إزاي أنه جابوا حذرك يعرف أن بعض الأورام بيتعمل لها زي مسح زي الأورام الأورام السادي مثلا بيتعمل كل سنة مامو جرام وبعدين بيشخصوا ويشوفوا الحالات اللي تحول أو حصل فيها أورام لقوا أنه لما عرضوا الأشعاع دي كلها على الزكاء الاصطناعي قدر يشخص حالة الدكات رشخصوها بعدها بأربع سنين فطبعا ده بدي حركة مثال لقد إيه ممكن الزكاء الاصطناعي يساعد التشخيص المبكر وطبعا حركة عارفة تشخيص مبكر يعني تدخل مبكر يعني ما فيش مضاعفات مفهوم طبعا كل أمورها طيب دكتور هل بدأ بالفعل الروبوتات تدخل مجال العمليات وأي نوع من العمليات؟ بصحرك الروبوتات الجراحية يعني موجودة من فترة من أكتر من عشرين سنة لكن حصل تطور في الأداء بتاعها الناس بتتخيل أن الروبوت الجراحي هو يعني معناها بديل عن الجراح يعني الجراح مش بيعمل حاجة الروبوت هو اللي بيشترق وبعدين أنا خاف أسلم نفسي الروبوت يا فنس يعني أنا خاف بصراحة ما أنا حقول له حضرتك هو يعني الروبوت دلوقتي أو الجراح الروبوتية معناها أنه الجراح بيتحكم في آلة الآلة دي هي اللي بتعمل العملية لكن الجراح هو اللي بيتحكم فيها أشهر أشهر روبوت جراحي اللي هو دافانشي سيستم الروبوت ده عبارة عن أربع يعني له أربع أياد كده والجراح من خلال رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة بيقدر يشوف الفيلد أو المجال الجراحي ويتحكم في الأربع أزرع دول بحيث أنه يعمل عملية بأقل سقطه ممكن بأقل نزيف ممكن وبالتالي بعد العملية بتبقى أقل فترة رعاية أقل مضاعفات أقل انتهبات فبتقدل لكن فكرة أنه الروبوت هو اللي بيعمل ده لحد دلوقتي ده مش موجود الروبوت هو أنه الجراح بيتحكم فيه الروبوت علشان يقدر يعمل حاجات الإمكانيات البشرية أو الإيد البشرية ما تقدرش تعملها لكن ممكن حجم الروبوت الصغير بكاميرا صغيرة عالية الدقة تقدر تدخل من سوق صغير جداً وتشوف الفيلد أفضل من الجراح لكن طبعاً ده بيتعمل في كل العملات الجراحية دلوقتي يعني في كل عمليات القلب في عمليات الجهاز الهضمي كل ده بيتعمل بالأول عملية الجراحية تعملت كان استقصال المرارة برضو جراح كان بيعملها وفيه حاجة ظريفة جداً اكتشفوا أن الأطباء الصغيرين اللي هم متعودين على الجيمز وبيقدر يستخدم البلاي ستيشن وبيقدر يتحكم في الروبوت أكتر من الأطباء زوي الخبرة اللي بقى لهم عشرات ستين بيعملوا نفس العملية وأداءهم أفضل لأنه بيقدر يتحكم في الروبوت يمكن أفضل التعامل مع الروبوت بالجويستيك أو بالريموت هو ده يمكن الأسهل بالنسبة للأطباء الأحدث أو اللي بيقوموا بالألعاب الإلكترونية زي محارك بتقول أكيد فبالزبط كده يعني حارك إحنا دلوقتي محتاجين أو يعني فيه حاجة دلوقتي حالية ومستقبلية للكوادر الطبية اللي هي مهتمة بالذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية لأنه ده هو المستقبل طيب دكتور رمان يجي نقول تبادل الأدوار بين الذكاء الاصطناعي وبين الروبوت وبين الأطباء وبين تاقم التمريد أو تاقم الطبي بصفة عامة نقدر نقول أنه هو كل شوية بيحصل تبادل أكتر أو بيحصل نوع من أنه تدريب كوادرنا الطبية أنها تتعامل بشكل مختلف مع الذكاء الاصطناعي آه يعني يا حديدك ده اللي حديدك بتقوليه ده هو التخوف الأكبر من الذكاء الاصطناعي إن هو يحل محل الطبيب ده لا يمكن يحصل حتى الآن الذكاء الاصطناعي بيساعد الطبيب وبيساعد الكوادر الطبية على عمل الأعمال اللي هي الروتينية الصعبة المتكررة اللي ممكن الروبوت يعملها بشكل أفضل يعني هقول له حضرتك أمثلة بعض الروبوتات مش كل الروبوتات جراحة يعني فيه ربوتات بتقابل المريض وتاخد منه التاريخ المرضي فيه ربوتات بتقدر تساعد المرضى اللي عندهم مشاكل تأهيل أو كده بتقدر تقوله زي يعمل تأهيل دلوقتي فيه ربوتات بتقوم بدور الممرضة في وقت كورونا كان الروبوتات التعقيم اللي هي بتدخل العنابل وتعمل التعقيم لأن ده كان أقل خطورة على العنصر البشري إن هو يؤدي ده فالروبوتات الحقيقة في كل حاجة دلوقتي تدخلت من أول أنك تاخد معاد من الطبيب في العيادة أو في المستشفى لحد دلوقتي طبعا كل البحث العلمي والجينوم وكل التطور اللي بيحصل ده الزكاء الاصطناعي ممكن يغير شكل الرعاية أو الرعاية الشاملة الصحية كامل أكيد ويمكن يكون بكلفة أقل فيساعد أنه يتم دعم الصرف على الأبحاث أكتر النقطة دي حضرتك مهمة جدا أنهي تكلفة يعني الزكاء الاصطناعي له طبعا كبنية تحتية ولكن استخدامه سوف يقلل كثيرا من الهدر اللي نحن نشوفه في مجال الرعاية الصحية نتيجة أن ما فيش تناسق ما بين الريسورس أو الموارد اللي موجود عنده يعني هو محتاج في الأول تكلفة أو بنية تحتية ومش مكلفة جدا لأن دلوقتي مع التطور الإنترنت والإنترنت والإنترنت كل شيء وعلوم البيانات والبيانات الضخمة الزكاء الاصطناعي بقاله دور كبير جدا في التعامل مع البيانات لأنه كانت مشكلتنا كبيرة جدا في أنظمة الرعاية الصحية أنه عندنا كم ضخم من البيانات صعب التعامل معاهم كنا بناخد منه زي انديكيتورز كده أو علامات نقدر نحكم أو نقول إزاي نعمل قرار أو نعمل أي تدخل إنما دلوقتي خلال الزكاء الاصطناعي التحليل البيانات دي أصبح أكثر دقة بقى فيه هو التعلم الآلة الدقيق بيقدر مش بس يحل البيانات لا كمان يستنتج من البيانات دي استقراء للمستقبل وإزاي نقدر نغير من قراراتنا في المجال الصحي سواء في المجال في الإدارة أو في الرعاية الصحية نفسها أو في البحث العلمي وحتى في التعليم الطب أكيد كل شكرا لك الدكتور هشام كوزو عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجماعية شكرا جزيلا بي شكرا للمستشفيات الجماعية